نسأل الله أن يجهزيهم عنا خير الجزام وشرة إلى الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند بديوان الرئاسة حملة مكارم الأخلاق التي تنظمها الرئاسة العامة للتوعية للتأكيد على أهمية الأخلاق الحسنة وما كانتها في الشريعة الإسلامية هذا وأوضح معالي الرئيس العام أن الحملة تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها هذا وأرضف معالي في كلمته التي ألقاها خلال تجشين الحملة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالأخلاق من ديننا وهي أصل من أصول الدين فإن الدين عقيدة وعبادات وأخلاق وسلوك والله جل وعلا نعت نبيه صلى الله عليه وسلم ومدحه فقال عز من قائل إنك لعلى خلق عظيم وقال معاليه من هذا المنطلق وفي المسيرة المباركة للرئاسة أطلقت الرئاسة في هذا اليوم المبارك حملة عظيمة لها معاني ودلالات وبرامج ولها أنشطة وأعمال وفعاليات بعنوان مكارم الأخلاق الجديد بذكر عبد العزيز أن الحملة تهدف إلى بيان أن كمال الدين بكمال الخلق وتوضيح الصفات الخلقية للرسل صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام والاقتداء بهم والعمل بما جاء في السنة النبوية والأثر الطيب عنهم رضوان الله عليهم إذن الأخلاق إنما وعثته ليتم من مكارم الأخلاق لا دين إلا بخلق ولا دين إلا بتعامل حسن مع الجميع فكل الشكر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر على هذه الحملة الجميلة والتي تبرز الجانب الحسن أو التي تؤكد على الجانب المهم جدا في دين الإسلامي وهو الأخلاق الحسن